ينضم إلينا من مدينة بارسلونة صحيفة الرياضي يوسف التبسامينيس يوسف ألنبك وشكراً على حضورك معنا في ماكسسبور أهلاً زميلي عبد الله تحية طيبة لك وتحية لكل المشاهدين الأعزاء أحييكم بالابتسامة العريضة من بارسلون أهلاً بك يوسف ابتسامة عريضة والسبب معروف أن البارسة فارغك المفضل فاز برباعي على الغريم التقليديري المضيد وفي قلب البرنابي بداية يوسف كيف تعليق على هذا الانتصار الكاسح للريال في ملعب البرنابي على حساب الريال طرحةً وبكل موضوع بغض النظر عن ميولاتنا الكروية أظن أن بارسلونة فاز نتيجةً وأداءً كان هناك إقناع إمتاع شاهدنا مستوى جديد البارسة الآن في عهد فليك إن صلخ من ذلك الأدين المعروف على بارسلونة يعني النادي يلعب بالتيكي تاكا بكورة يمكن أن نقول أنها يعني كورة سلبية الاستحواذ ولكن في مناطق غير خاطرة الآن بارسلونة أصبح يعني يعتمد على اللعب المباشر الضغط العالي الدفاع تقريباً في خط وسط الميدان تكسير خطة الشروط شاهدنا أن ريال مدريد أنهى المباراة بغض النظر عن النتيجة أربعة للسفر كذلك من ناحية حالة التسلل 12 حالة التسلل لريال مدريد وفقط حالة التسلل واحدة لبرسلونة الآن بارسلونة يعتمد على منظومة دفاعية ممتازة من ثلاثة مراحل خط الدفاع الصاعد يعني إلى وسط الميدان وعمليات التغطية ما بين لاعبي خط الدفاع أظن أن منظومة بارسلونة الآن هي منظومة متالية من الناحية الدفاعية وسننظر إذا كانت الإصابة والفورمة البدنية ستحترم النادي الكتلان نعم يوسف يعني في أسبوع واحد البرسل يفوز على الباين وما أدركها من الباين في الكرة الأوروبية والعالمية بأربعة أدام مقابل هدف واحد في دور أبطال أوروبا يفوز أيضاً على الريال في البرنابي بربعية نظيفة فريقان كابلين هازمان أمل بارسلونة بالطريقة والتي جماد فعل الماني هانس فليك ليحول بارسلونة إلى فريق يطوح بالكبار الواحد تلو الآخر يوسف رغم عدم وجود تعاقدات كبيرة هذا الموسم أظن أن التعاقد الأكبر هذا الموسم بالنسبة لبرسلونة كان هو هانس فليك نفسه بارسلونة أطاح بكبار القوم في ثلاثة أيام تقريباً يعني باير مونيس كما ذكرت بأربع أهداف ونفس النتيجة كوب يكولين مع فارق هدف واحد للخصم يعني كفارق يعني أربع أهداف كذلك لريال مادريد وفي قلعة السانتياغو برنابيو وهذا هو الأمر الأصعب لكن يعني هانس فليك غير شيئاً مهماً في روتين بارسلونة وهو التدريب يعني خورخي بالدانو المدرب الكبير والذي سبق له أن حاور إبراهيم دياز وتطرقنا لهذا الموضوع كذلك خورخي بالدانو يقول دائماً أن تتلعب بنفس الطريقة التي تتدرب بها تاوي إرنانديس طريقة تدريبه كانت مخالفة تماماً كان يعتمد على اللمسات القاصرة وما يسمى بالروندوس لكن هانس فليك يعني اعتمد منذ وصوله إلى بارسلونة على الجانب البدني لأن اللاعب إذا لم يكن مستعد من الناحية البدنية فبالتأكيد بالرغم من توفره على الفنيات وعلى الجودة التقنية إلى آخره فكن على يقين أنه سينهي المباراة وهو منهك تماماً فبارسلونة الآن له حضور بدني قوي جداً وهو ما يخول لللاعبين أن يكونوا أكثر أرياحية داخل رقعة الملعب يعني يوسف كيف ما قلتي سابقاً وكيف ما قال الأسطورة ريال مدريد فالدانو بأن كما تتدرب تلعب المباراة الرسمية وهذا ما ظهر صراحة جلياً في مباراة البرسلونة المؤتد للإستغراب صراحة وقال برسلونة دائماً لمصية حاضرة بقوة في كل الأجيال الذهبية التي تعاقبت لنادي بارسلونة ولكن هذا الموسم يعني أسماء ربما كانت مرشحة للمغادرة كارافينيا يلعب اليوم دولة البطولة ليفاندوس كلادي كان يعتبر بأنه في خارف العمر الكوراوي كمهاجم هذا الموسم يتألق بشكل كبير هو هدف البطولة هدف الليجة وحتى في دولة أبطال أوروبا يؤدي جيداً يعني ماذا غير فليك في لاعب البارسا من غير التدارب فليك ينهج طريقة التي تسمى بالسهل الممتنع فهو فور وصوله إلى المدينة الرياضية مدينة جوانج يعني جوخان كريف هنا في بارسلونا السؤال الأول الذي طرحه على كل لاعب أين تفضل أن تلعب وأين يعني يكون مرضوضك أفضل أين تريد أن تلعب والإجابة عن هذا السؤال تجعلك تعرف مباشرة كل لاعب ما هو المكان الذي يريحه فأنت إذا وضعت اللاعب في المكان الذي هو يحب اللاعب فيه فبتأكيد سيكون عطاؤه أكبر أكبر سيتكون أريحيته أكبر سيكون يعني راحته النفسية والجسمانية أكبر رافينيا الآن يلعب في مكانه المفضل وهو الجهة اليسرى مع التوغل نحو الوسط هذا المشكلة الذي يعاني منه ريال مادريد أنت تأتي بلاعب كبير مثل أمبابي الكرة الأرضية بأكملها حتى الأطفال ذو التسع سنوات إذا كانوا يتابعون كرة القدم يعرفون أن أمبابي يفضل اللاعب في الجهة اليسرى ومن تلك المنطقة يعني الدخول نحو المربع والتسديد أو المراوغة أو التمرير ويأتنا السيد أنتيلوتي مع كل الاحترام لن نفهم أبدا مثل أنتيلوتي لكن يضعه كان مهاجم صريح وهو الآن تائه تماما ولا يدري حين حتى أين يتموقع فهذه هي السهولة الممتنعة في كرة القدم ضع كل لاعب في المكان الذي يريد أن يلعب فيه وإلا فأجلسه على دكة الإحتياط نعم يوسف وحتى ملاحظة أخرى يعني لاعبين شباب لاماصية حاضرة بقوة في الجيل الحالي لندي برشانو سبعات لاعبين من لاماصية كانوا في هذه المباراة الكلاسيكو أماريا المادريد يعني وصغر السين يعني يامين يامال 17 سنة وأيضا بول كوبارسي اللي هو في قلب الدفاع 17 سنة ورغم ذلك وقفوا يعني ذلك القوة دي المادريد للعناصر اللي هي قوية وقوية بزاف ولعبين من مدارس مختلفة يعني بأرقام فلكية جولة غير مادريد مع فريق ريال مادريد اللي ربما تقل بأنها تاريخة قديمة في اللعب يعني أعطت الأكل ديالا في مبارتين مع خصوم كبار شوف دبا هناك شقين هذه نسكلموا على مبابي بشكل يعني هذه نتكوح النقطة مهمة جدا على مبابي لكن أعود إلى الأطفال الأطفال اللي لعبوا مع بارسلونا في هذه المباراة الأخيرة ضد ريال مادريد فكان الجميع يقول بارسلونا لديها فقط مجموعة من الأطفال ليست لهم خبرة في الكلاسيكو وكنت أقول دائما وأعارض الجميع وكان الجميع يضحك وفي نهاية المطاف وقع ما قلته هؤلاء الأطفال الذي يقول الجميع أنهم فقط أطفال صغار وليست لهم خبرة في الكلاسيكو هذه فكرة خاطئة لأن كل هؤلاء الأطفال في لماسيا لعبوا جميع الكلاسيكو في كل الفئات العمورية في أليبينيس كاديتيس جونيور خوبينيليس يعني في كل الفئات العمورية يعني في كرة القدم الإسبانية وواجهوا ريال مادريد في كل موسم فهم يعني يعلمون ما هي أجواء الكلاسيكو فعلا لم يلعبوا ولا كلاسيكو واحد يعني في القسم الممتاز مع الفريق الأول لكنهم يعني تدرجوا في كل الفئات السنية دي الكلاسيكو وهذا يعني كان واضحا لأن طريقة القتالية فقط صورة في بداية المباراة قبل ضربة البداية دي المباراة كل اللاعبين دي الباصلونة تجمعوا مع بعضهم يعني وكانوا حنوع دي الشحن المعنوي والقوة المعنوية إلى آخره بينما لاعبوا ريال مادريد كل واحد في قانت هللي كيحك فراسو هللي كيشوف في الإكران جيون يعني في الشاشة الكوبرة دي الملعب هللي كيقد صبات فيعني ما كان شو حتركيز أما بالنسبة لمبابي مبابي يعني وقوعه في مصيدة التسلل تماني مرات يدلوا على عدم انسجامه مع باقي اللاعبين في الفريق لأن تكسير مصيدة التسلل شنوية وهي ديكلا سينكرونيزازيون يعني اللاعبك عرفه قاش يعطيك الكورة بالضبط كنت كتعرفه قاش تبدأ يعني دماغ قاش ديالك باش تشبر الكورة في اللحظة المناسبة أو في اللحظة اكزاكت فهو يعني ما كان يجدك سينكرونيزازيون مع الزملاء دياله لأنه يعني مبابي بكل صراحة لم يتأقلم في مادريد ونادم يعني نادما كبيرا على قدومه إلى ريال مادريد واش هدي معلومة رسمية واش كين تصريح من مبابي يوسف ولا تكاهم فقط لا هدي معلومة رسمية من صحفيين أصدقاء ديال مبابي كانت هناك مجموعة من صريحات تقول أن ربما هم ما كيبغيوش يقولوا لأنهم معروفين أنهم أصدقاء ديال مبابي فبطبيعة الحل المعلومة أي واحد غد يقول أنها خرجت من عند مبابي فباش ما يأطرش عليها أو ليشوهول الصورة ديالك يقولوا أن مبابي الآن ما زال في عملية تأقلم في مدينة مادريد ككان مرتاح كانوا يقولوا هو مرتاح تماما لكن مدام يقولوا أنه ما زال في عملية تأقلم إلا وأنه ليس مرتاح نعم يوسف يعني الموسم لا زال في بدايته وكان يكون دائما ريال مادريد يبدأ الموسم السيء لكن لو في هذه المطاف يتواج بالألقاب سنرى ماذا سيحدث في قادم الأسبوع والأشهر يوسف يعني مسألة أخرى تعلق بالصحافة الإسبانية يعني الصحافة الإسبانية أجمعت على أن البارسا كان هو الحلقة الأفضل وماركا صحيفة ماركا المقارب من الندي الملكي قالت بالحر بأن هانس فليكس دمر ريال مادريد وأعطى دروسا في الخطط التكتكية لكارلوان شيلوتي وخدتكم مادريدي أكثر من سانتياغو برنابي والرئيس الراحل الذي سميه الملعب على اسمه ستعترف أن بارسلونا يعني تفوق على ريال مادريد في هذه المباراة وفعلا هانس فليك نصب كمينا وفخا لكارلوان شيلوتي وان شيلوتي وقع في هذا الفخ لا يعقل أن تضع لاعبا مثل جود بيلينغام لاعب مهاري لاعب يحتاج أن يكون دائما في اتصال مع الكرة وأن يكون هو من يعطي التمرير الحاسمة لنبابي وفينيسيوس في العنق أن تضعه في وسط الميدان في الجهة اليمنى فقط لكي يكبح تقدمات الظاهير الأيسر للفريق الخصم اللي هو بلدي فعني بيلينغام في نصف ساعة الأخيرة من المباراة يعني كان المطبحة اللي كان نقول بحس سيارة المطور دياله محروق نعم فالسيد مات كورايا كان منهكا تماما نعم يوسف يعني هذا المباراة الأولى دي الكراسيكوهة الموسمة نشوفه ماذا سيحدث في لقاء الإياب هناك في بارسلونا يوسف التبسماني الصحيف الريادي شكرا جزيلا لكم وتمعنا من مدينة بارسلونا شكرا لك سعبد الله فحية طيبة لكم ولكل الزملاء الكرام والمشاهدين الأعداء شكرا لك خيتا مع اليوم مشاهدينا من مكتسبور شكرا عطيبا لمتابعة في مهندة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة